قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم تعربت يستغل الفرصة مرة أخرى ليواجه هجوما قويا نادة الرغرق بعد التألق في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بونو يحصل على جائزة كبيرة إدارة نادي مانشاستر يونايتد تعلن قرارها نهائية بشأن المغربي سوفيان أمربت والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لم تنساش الترجمة بالفيديو تشترك في القناة تدفع الزر الجرس باش توصلك انتلوه الآخر الأخبار في مقابلة حصرية مع سبورت بمقر نادي النصر الإماراتي في دبي أعرب الدولي المغربي وعدل تعربت عن بعض وجهات نظرها التي تخص أسلوب التدريب في المنتخب المغربي تحت قيادة والد رغرق حيث أن تعربت الذي اشتعر بقدراته الكروية المتميزة لم يخفي عدم رداه عن الأسلوب الذي يتبعه رغرق مشيرا إلى أن هذه الطريقة لا تناسب المنتخب المغربي وتتطلب تعديلات لفرض أسلوبهم على الخصوم بدلا من التراجع الدفاعي وأكد تعربت أنه يرأى أهمية في تباني استراتيجية هجومية أكثر خصوصا أمام المنتخبات الإفراقية التي تقل في المستوى مقارنتنا بالمغرب موضحا أنه من غير المنطقية أن يترك المنتخب المغربي الفرصة لهذه الفرق للسيطرة على اللعب كما تطرقت عربت الذي يعيش تجربة مميزة مع نادي النصر الإماراتي تطرق أيضا لحبه لنادي الرجاء الرياضي وهو النادي الذي تعلق به منذ الصغر خلال إقامته بفرنسا وتحدث أيضا عن تجربته مع نادي ميلان الإيطالي مشيرا إلى إعجاب اللاعب البرازيلي روبينيو بقدراته وكيف أنه كان يحظى بثقة المدرب الذي كان يفضله على لعبين مثل كاكا أما فيما يخص مستقبله أوضح تعربت أنه لا يزال غير متأكد من خطوته المقبلة بعد الاتزال فعلى الرغم من استمرار قدرته على اللاعب لثلاث سنوات أخرى إلا أنه يفكر في قضاء المزيد من الوقت مع عائلتها مشيرا إلى أن دخول مجال تدريب قد يحرمه من ذلك كما أعربت عربت عن إعجابه بفوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤتبرا إياه أفضل رئيس جامعتنا في إفريقيا ومشيدا بمساهماته في تطوير كرة القدم المغربية وأثناء على المواهب الجديدة في المنتخب المغربي مثل إبراهيم دياز وحاكم زياش وابن صغير مؤكدا على أن المنتخب يمتلك القدرات لتحقيق إنجازات كبيرة في المستقبل كشفت اللجنة الفنية لكأس خادم الحرامين الشارفين عن أفضل لاعب في المباراة النهائية التي جمعت الهلال والنصر على ملعب الجوارة المشعة بجدة بعدما تمكن الهلال من التتويج بلقب كأس خادم الحرامين الشارفين بفوزه على النصر بنتيجة خمسة أربعة بركلة ترجيحة وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتم اختيار ياسين بونو حارس الهلال كأفضل لاعب في المباراة بفضل تألقه اللافت وأدائه المميز حيث أن الحارس المغربية كان بطلا في ركلة الترجيحة وتصدى لركلتين ليقول فريقه نحو التتويج باللقب كما تمكن بونو من التصدي لخمس كرات خطيرة خلال المباراة من بينها تصدي بارز لتسديدة كريستيانو روناندو قائد النصر وجعل هذا تتويج الهلال يحقق لقب كأس خادم الحرامين الشارفين للمرة الحادية عشر في تاريخها والأمر الأكثر إثارة هو أن الهلال نجح في الفوز باللقب لعامين متتاليين لأول مرة في تاريخها وهو إنجاز لم يحققه في البطولات العشرة السابقة وبهذا الإنجاز لحق الهلال بأندية الأهل والشباب والنصر والاتحاد التي سبق لها تحقيق اللقب مرتين أو أكثر بشكل متتال وكانت المبارة حماسية وملئة بالتوتر حيث شهدت ثلاثة بطاقات حمراء تم توجيهها لكل من حارس النصر أوسبنا وثناء الهلال علي البلهي وكوليبالي إضافة إلى ترد أحد أفراد الجهاز الفني للنصر وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابية ما جعل ركلات الترجيح الفيصل في تحديد الفائز وأثبت الهلال مرة أخرى قوته وجدارته في الملاعب السعودية محاققا ثلاثية محلية هذا الموسم بعد فوزه بالدوري وكأس السوبر ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة على المستوى المحلي في جميع المسابقات السعودية هذا الموسم مما يعكس قوة وتمسك الفريق تحت قيادة مدربه وجهازه الفنية كما أن تألق بون وأداءه البطولية في المباراة النهائية يعكسان مدى أهمية الحارس في كرة القدم وقدرته على تغيير مصاري المباريات بأداء رائع وتصديات حاسمة ومن جانب أخر عبرت جماهير الهلال عن فرحتها العارمة بالتتويج معتبرة أن هذا اللقب هو ثمرة جهد كبير وتفانن من اللاعبين والجهاز الفنية على مدار الموسم هذا وستظل مباراة الهلال والنصر في الذكرة كواحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أظهرت المستوى العالي للكرة السعودية والمنافسة الشديدة بين الأندية الكبيرة على الرغم من التألق اللافت لسوفيان أمر بطا في نهاي كأس إنجلترا حيث ساهم في فوز فريقه مانشستر يوناتد على مانشستر سيتي بنتجة 2-1 كشفت تقارير صحفية بريطانية أن اللاعب المغربي لن يستمر مع مانشستر يوناتد ووفقا لما نشره موقع فوتبول إنسايدر فقد اتخذت إدارة النادي الإنجليزي قرارها النهائية بإعادة أمر بطا إلى ناديه السابق في أورنتينا الإيطالية وجاء قرار العودة لأسباب متعددة من بينها عدم تلبية أمرابة لتوقعات المدرب إيركتنهاغ والجماهير على الرغم من مشاركته في 30 مباراة هذا الموسم منها 17 مباراة كلعب أساسي إذ يبدو أن أداء أمرابة لم يكن كافيا لإقناع المدرب الهولندية الذي فضل الشاب الواعد كوبي مينو عليها وكانت مشاركة أمرابة في نيائي كأس إنجيترا مميزة حيث أظهر قدراته الدفاعية ومهاراته في التحكم بالكرة مما ساهم بشكل كبير في فوز منشاستر ونعتد بلقب الكأس إلا أن هذه المساهمة البارزة لم تكن كافية لتغيير قرار الإدارة بشأن مستقبل اللاعب مع النادي وتأتي حودة أمرابة إلى فيورنتينا في وقت مهم بالنسبة لللاعب حيث يسعى لاستعادة مكانته وتحقيق أداء يليق بمستواها ومن المتوقع أن يستفد فيورنتينا من عودة لاعبها لتعزيز خط الوسط والاستفادة من خبراته التي اكتسبها في الدورية الأنجليزية الممتاز وإلى جانب أداء أمرابة المميزة في كأس إنجيترا يظل السؤال حول سبب عدم تلبية توقعات المدرب والجماهير قائما وربما يعود ذلك إلى التحديات التكتيكية والفنية التي واجهها اللاعب في التأقلم مع أسلوب اللاعب في مونشستر يونيتد وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في مونشستر فإن عودة أمرابة إلى فيورنتينا قد تكون فرصة جديدة لها لإثبات قدراته والسعادة مستواها ويبقى الأمر مثيرا للترقب لمتابعة كيف سيستفيد فيورنتينا من هذه العودة وكيف سيواصل أمرابة تطوير مهاراته وأدائه في المستقبل وبغد النظر عن هذه التحديات يظل أمرابة لاعبا موهوبا لديه القدرة على التألق في مختلف البطولات والدوريات وسيكون من المثير متابعة مسيرته القادمة في الدوري الإيطالي وكيفية تأثير هذه التجربة على مستقبله الكروية ترجمة نانسي قنقر